يعني الآن أنت تقول لأنه النظام السابق رفض الطلب الأنجلو أمريكي بميناء البصر الكبير كبديل لميناء الفاو وبالتالي تمت معاقبة العراق الفاو بدل لهونغ كونغ تمام عن البصر بدل عن هونغ كونغ ورفض العراق تمت معاقبة من قبل الحلف البريطاني الأمريكي أولا وبالتالي دخول إسرائيل على خط الأزمة في الحرب العراقية الإيرانية بهذا الترتيب الذي أنت تقول به ألا يثير شكوكك أنت سواء كحاكم أو كمختص أو كفني أن هذا المشروع ممكن أن تكون وراءه مصالح ملغمة لأنه في وقت الولد كانوا قوميين وإسرائيل على الخط وبريطانيا على الخط وأمريكا على الخط أم كان يجب أو يفترض على الحكومة السابقة أن تتعامل معه من منظور اقتصادي ماذا يأخذ وماذا تعطي أحسنت هسا أجيك شاهد آخر 11 اثنين احتلوا الفاو 17 اثنين و 27 اثنين كل يتنسم معنا بأن الشحنة الثانية وصلت من الصواريخ لإيران اللي كان السمسار هو عدنان خاشقش السعودي الجنسية عدنان خاشقش هو كان يوصل الأسلحة الصور خلي نرجع بعدين انتهت المعركة وانتهت كل شيء وصارت اللي صار بالكويت جدتي بعد أن الرفضة طبعا البريطانيين كانت عليهم كروس قوي جدا من حكومتنا أنا ما أدخل بالسياسة والهذا هم عدهم أفكار اقتصادية ونفسرها أفكار خلينا نقول مخابرات وأمين وكذا ويريد يحتلونه عام 92 جدت المجموعة العربية بقيادة الإمارات المتحدة وترجت حكومتنا نرفع عنكم الحصار وحدة من عندنا رفع الحصار إذا سمعتوا خلينا نبلش نشتغل الفاو هو منفذ البحر وهو النقطة الوسطية والمساحة التي تفرض نفسها على العالم ما بين آسيا وافريقيا ووروبا عدد السويس المرور وأيضا الرفض هذا وناموا علينا بالحصار وبقينا بدون للأسف لذلك تحركت المجاميع الأوروبية اشتغلت جبل علي وهس على الشارق وبدوا يدورون على موانئ أخرى داعمة لهذا الاقتصاد أنا أقول ليش العقلية العراقية ما تتحول من عقلية مغلقة تفكر فقط بأن كل من يجينا هو الذي يحتنى أولا ليش من روح اقتصاد اشتغلت جبل اشتغلت جبل